بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ هذه أيضا من البشارات الإلهية التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حتى يطمئن بها قلوب المؤمنين حتى يجعل لهم فسحة من الأمل في هذه الحياة وفي هذه الدنيا يستطيعون أن يواجهوا بها متاعب الحياة متاعب هذه الدنيا المريرة والملئة بالمصاعب وبالمصائب يقول الله سبحانه وتعالى وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ أَيُّهَا الْإِنْسَانِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنِ الذي تملك الثقة بالله سبحانه وتعالى وهذا شرط أساسي أن يكون لديك ثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أيها المؤمن وإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ لا تتوقع بأنه إنسان يستطيع أن يرد الخير ويرد الفضل الذي يريد أن يجعله الله سبحانه وتعالى لك أيها المؤمن مهما كان هذا الإنسان حسودا مهما كان معاديا لك مهما كان ذات غيرة مما يصيبك من خير من نعم مهما كان ذات سلطة ذات نفوذ ولكن لا تتوقع بأنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الخير يستطيع الناس أن يردوا وأن يمنعوا عنك هذا الخير الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك ولكن هذا الموضوع حتى يطمئن قلبك حتى تكون من المبشرين من الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تأتي بشرط وهو أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى الإنسان المؤمن يجب عليه مهما بلغت به المصائب مهما بلغت به الهموم الغموم الصعاب في هذه الحياة يجب عليه أن يبقى واثقا بالله تعالى واثقا بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان أراد به الخير أو إذا كان يريد أن يصيبه ببعض الخير لا يمكن لأحد مهما اجتهد ومهما حاول أن يدفع عنه هذا الخير لاحظوا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول من هذا الذي سأل الله فلم يعطه هذا استفهام في باب الاستنكار هل يوجد يعني يريد الإمام الباقر عليه السلام أن يبين هل يوجد أحد سأل الله فلم يعطه لا حاشا لله اسألوا جميع المؤمنين اقرأوا في تاريخ جميع الأنبياء والمرسلين اقرأوا في تاريخ جميع الصالحين هل يوجد أحد سأل الله سبحانه وتعالى شيئا ولم يعطه اسألوا إخوانكم المؤمنين أنت أيها المؤمن اجعل نفسك ميزانا لهذا القول المبارك للإمام الباقر هل سألت الله شيئا فلم يعطه إياك ولكن بشروط الدعاء أن تأتي بشروط الدعاء الواردة في الروايات المباركة هل يوجد كم أن الله سبحانه وتعالى أعطاك من إجابة في أدعيتك على طول هذه السنوات التي أنت عشتها ثم قال أو توكل عليه فلم يكفي هل يوجد أحد توكل على الله ولم يكفي الله سبحانه وتعالى أو وثق به فلم ينجه هذه بغاب الثقة التي كما بيناها في هذه الرواية المباركة فإذن أنت يجب عليك أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى بأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير لا يستطي أحد في هذه الدنيا أن يمنع عنك هذا الخير فيجب أولا أن تكون واثقا بالله ثانيا يجب عليك أن تكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان قد تصاب ببلية نعم قد تصاب بمصيبة قد تفقد عزيز قد تصاب بفقر قد تصاب بمرض ولكن هذا لا يعني بأن الله لا يريد بك الخير قد يكون خيرك في هذه الأمور الله سبحانه وتعالى أعلم بالمصلحة أعلم بما ينفعك أعلم بما يصلحك فيجب عليك أن تكون واثقا بالله تعالى وراضيا بقضائه فكل ما يفعله بك هو عن حكمة وعن خير لك الخير ليس فقط الناس يعتقدون بأن عندما يذكر اسم الخير أو أن الله تعالى يريد بك الخير يعني دائما أن يجب عليك أن تكون صحيحا معافا غنيا لديك الأموال لديك ذرية لديك ليس لديك هموم ليس لديك غموم يعتقدون بأن الخير فقط في هذه الأمور ولكن في حقيقة الأمور بعض الأحيان خيرك في عدم وجود هذه الأشياء خيرك في فقرك مثلا خيرك في مرضك وأنت لا تعلم والشواهد على ذلك كثيرة والمؤمنون الكرام الذين يستمعون إلى هذا الكلام يعلمون ومروا بهذه التجارب في بعض الأحيان قد تصاب بمرض ويكون خيرك في هذا المرض لأن الله تعالى أبعد عنك أمورا أكثر بلاءا وأكثر ضررا عليك بسبب هذا المرض الفقر كذلك الفقد العزاء مثلا أو فقد الأشياء الثمينة الغالية عليك أيضا كذلك كل ما يفعله الله تعالى يجب عليك أن تعتقد بهذا الموضوع بأنه يفعله لخيرك كذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال الثقة بالله أقوى أمل هل يوجد أمل أكبر من أن تكون واثقا بالله تعالى؟ لا يوجد أي أمل مهما أردت أن يؤملك الناس في كل خير في هذه الحياة يعطوك ضمانات يعطوك وعود يتكفلون لك بأنه سوف يعطونك أمور أو يجعلونك تنال بعض الأمور الجيدة الإيجابية ولكن هذا الأمل بالناس لا يعادله الأمل بالله سبحانه وتعالى أين الأمل بالله تعالى؟ وأين الأمل بالناس؟ الثقة بالله أقوى أمل حقيقة الإنسان يجب عليه دائما أن يكون هكذا واثق بالله تعالى واثق بأن الله تعالى يقدم له الخير في جميع أموره أيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور هذه الضمانات من أمير المؤمنين عليه السلام ومن الله سبحانه وتعالى بالذي يثق بحسن اختيار الله تعالى له كذلك تجدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل فقد مضى القلم بما هو كائن يعني هذه من الأمور الحتمية فلو جهد الناس هذه قاعدة حقيقة يجب أن يضعها كل مؤمن في نصب عينه أمام عينه فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه كل الناس لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا فيه منفع لك فيه خير لك والله سبحانه وتعالى لم يكتبه لك لا يريد هذا الأمر لك لا يستطيع جميع الناس أن ينفعوك بهذا الأمر وَلَوْ جَهَدُوا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَاسْبِرْ هذه درجات الكمال للإنسان فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا قد تكون أنت ترى هذا الأمر هو فيه مضر لك فيه تعب فيه مشقة فيه عناء ولكن قد يكون هذا الأمر الذي أنت تصبر عليه يجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا واعلم أن النصر مع الصب مقترنان وأن الفرج مع الكرب أيضا مقترنان وإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى مقترن بعضها بالبعض الآخر ولكن هنا تنبيه وتحذير يجب علينا أن نشير إليه من كل ما تقدم من هذه الروايات المباركة نتحصل على هذه النتيجة والنتيجة هذه في غاية الأهمية هو أنه لا تقدم رضى الناس على رضى الله سبحانه وتعالى بسبب أنك تخاف منهم أن يضروك تتملق إلى الناس حتى ولو كان في الباطل وبالباطل لمجرد أنك تخاف أن هؤلاء الناس يؤذوك وتنسى هذه الآية المباركة وتنسى بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن ولا يسمح لأحد أن يؤذيك وهو لا يريد أن يؤذيك أو لم يقدر لك أن يؤذوك هؤلاء الأشخاص كذلك في مقابل هذا الأمر أيضا وهو محط الآية المباركة التي افتتحنا بها هذه الحلقة بأنه لا تتقرب إلى الناس بأمر بشيء وتتوقع منهم الخير وأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا الخير فإذن دائما ثقتك بالله سبحانه وتعالى لا تتأمل الناس ولا تمشي خلف الناس لأجل أن يعطوك خيرا أو يمنعوك عن ضر أو عن أمر سيء لاحظوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول شر الناس من يخشى الناس في ربه ولا يخشى ربه في الناس يخشى من الناس لذلك يقوم بارتكاب المعاصي حتى يرضى عنه هؤلاء الناس يقوم بارتكاب بعض الأمور الباطلة غير المحقة حتى يرضى عنه هؤلاء الناس ولا يخاف الله سبحانه وتعالى يخاف هؤلاء الناس ولا يخشى ربه في الناس المفروض أنه يخشى الله سبحانه وتعالى أمام الناس في التصرف مع الناس عندما يأمره أحد الأشخاص بارتكاب معصية وهذا الشخص كان مثلا صاحب العمل مدير الدائرة وأنت موظف عنده وأنت تعمل عنده وهذا الشخص هو رب العمل أو مدير الوظيفة التي أنت تعمل فيها لا تقول بأنه أنا أخشى الناس شر الناس أعيد لكم الرواية شر الناس من يخشى الناس في ربه يخشى هؤلاء الناس ولا يخشى الله ولا يخشى ربه في الناس لا يقول لهم أنا أخشى الله لا يقول أنا أخشاكم فبالتالي أنا أفعل ما تريدون مني كذلك أمير المؤمنين في رواية أخرى يقول لا تخافوا في الله لوم تلائم لا تخاف بأنه فلان يقول لك نعم أنت قدمت كلام الله على كلامي أنت لم تستمع إلى كلامي أنت لم تنفذ أوامري أنت لم تقم بما أريد لا تخافوا في الله لوم تلائم إذا كان أمر مخالف لما يريدوه الله قل أنا لا أفعل هذا العمل لا أقوم بهذا الفعل لا أقوم بهذا التصرف لا تخاف أن أحد يلومك إذا فعلت هذا الأمر لا تخافوا في الله لوم تلائم ما الذي يتحصل عليه المؤمن يقول يكفكم من أرادكم وبغى عليكم أنت لم تخاف هذا الشخص في مقابل أنك خفت الله سبحانه وتعالى ولم تهتم بمضرة المضرة التي قد تأتيك من هذا الشخص في المقابل رب العالمين يكفيك شر هذا الشخص الذي كان من المفترض أن يؤذيك نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لتعاليم أهل البيت عليهم السلام في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهم في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر